وارد جداً أن أولادنا يتعرضوا لصدمات نفسية ممكن أن هي تكون سبب قوي في أن هما يتأثروا في حياتهم وده يأثر على مذاكرتهم، احتكاكهم بالآخرين وحاجات تانية كتير ده اللي يخالينا النهاردة نتعرف على أنواع هذه الصدمات اللي ممكن أولادنا يتعرضوا لها كمان حنعرف إزاي نقدر نعالج هذه الصدمات إزاي نقدر نعالج أي صدمة نفسية بيتعرض لها أطفالنا إيه هو الدور اللي لازم يقوم بيه الأب والأم في هذه الحالة إمتى نقدر نروح للطبيب النفسي؟ إمتى نقدر نعالج هذه المشاكل النفسية في البيت؟ أهم التمارين النفسي اللي ممكن نعملها مع أطفالنا رحبا معنا بضيفنا الدكتور نور أسامة لسشاري النفسي وتعديل السلوك نوراً النهاردة في السيديو صباح الخير مصر أهلاً بحاجة أفضل أهلاً وسهلاً صباح الخير على حضرتك أهلاً أهلاً وسهلاً يعني في البداية دكتور عايزين نعرف من حضرتك إيه هو التفسير أو التعريف العلمي لمفهوم الصدمات النفسية اللي ممكن ولدنا يتعرضوا لها وإمتى تبقى موضوع كبير أو إحنا ممكن نكون مكبرينه؟ بشكل مختصر هي أحداث مؤثرة بشكل سلبي على نفسية ابنه سواء كان طفل سواء كان مراهق سواء كان شاب الأحداث السلبية المؤثرة دي بتأثر على المادة الكيميائية بتاعت المخ فبيبدأ النتيجة بتاعته البيهيفير بتاعته أو سلوكه بيبدأ يختلف كل ما تأثر على المادة الكيميائية بتاعت المخ بيبدأ يجيلوا يا هوس اكتئابي بقى يا اكتئاب يا مرين تحرية يا نوع من أنواع الفوبيا بيبدأ المواضيع يتزايد لحدنا بتحصل الكارث طيب إيه الصدمات اللي ممكن تحصل لأولادنا؟ وإحنا من غير ما ندرك أول صدمة صدمة الميلند فكرة اللي هو طالع أصلاً عالم جديد بالنسبالي بني استكارها يعني تبقى في مكنونه النفسي؟ لا هو الفكرة اللي هو فجأة فيه أصوات عالية فيه ناس ما عرفهاش دي صدمة دي مقبولة جداً ودي صدمة صحية بس الصدمة الدانية مهمة جداً صدمة الفطام اللي دي احنا مش بنود دركها بشكل كبير لازم يبقى فيه تأهيل نفسي اللي ده؟ طبعاً عشان أوقات كتيرة جداً بيحدث رابط سلبية للطفل اللي هو أنا مثلاً وأنا بردع من ماما عديت ماما اللي هو يفضل يحط صباحها جاوه بقى طول حياته مه 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 ده سبب للقصة دي يا دكتور؟ ده ده نوع لا فيه نوع تاني الأطفال اللي هم عندهم ثقة من نفسهم بشكل كبير أو الشخصيات المتوضعة بتبدأ تعمل مؤثر بشكل غير مباشر اللي هتحط صباحها جاوه بقىها كمصدر أمان كيكون فارزون بالنسبة لها كمطقة أمان ممكن يكون السبب الأولاني وممكن يكون السبب التاني صدمة الفطم أنا محتاجة جداً إن أنا تدريجياً لازم أوقف واحدة واحدة عشان الطفل ما يحسش إنه هو أزمانته الصدمة الثالثة مهم جداً صدمة المدرسة فجأة أنا بعرفه على مجتمع يلا روح الحضنة يلا روح بريكي طب ما دي صدمة لازم أبدأ أهليه نفسياً اللي هو يتقبل المدرسة عشان كده معظم الأطفال بيكرههم مدرسة بيكرههم مدرسين الكتب المذاكرة عشان أنا ما كانش فيه عنصر تشويق اللي هو يتقبل المدرسة مثلاً أنا مظهر أمانه ما خدتش بابا وروحنا المدرسة عادنا في نفس المكان اللي يقض فيه نبدأ نحكي ذكرات جميلة جداً عن المدرسة وقادينا المدرسة كانت جميلة مش لازم تنام بدري عشان بكرة عندك المدرسة بكرة عندك المدرسة يلا أم نام فدائماً بعمل روابط سلبية فلازم المكان الجديد بالنسباله أنا كمطيت أمانه أنا وبابا لازم نقض فيه ونشاركه فيه عشان يبدأ يحبه المذاكرة ممكن ناخدها حتى هو صغير مش لازم بقى حتى الهومورك بالنسباله ممكن بدأ من واحد زائد واحد ممكن تفاحة بلاس تفاحة إكوال كذا نبدأ نحبيه في الحاجة نخش بقى الحاجة مهمة جداً فكرة الرهاب يعني التعامل الخاطئ بالعنف بعد الرهاب المدرسة بقى فكرة أنا لازم أحجم ابني لازم أحد سلوكه فلازم أزعق له فبيحصل لابني المادة البيضة اللي حاولين مصارع عصبي بتاع المخ بتبدأ المادة البيضة تتزايد فيبدأ كل الأعراض اللي بتحصل للطفل اللي بيتعرض للعنف الأسري هي نفس أعراض المخ اللي بتحصل للعسكري في الحرب ياها الرعب والفزع وبتأثر بعد كده عن نفسيته وممكن توصل لميورة انتحارية فعلاً أه طبعاً ده احنا عندنا أمثلة يعني في واحد اسمه جيمس ده كان من الشخصيات اللي مشهورة جداً كان مجرم قتل الأول هو عزب 11 طفل بالسكينة بعد كده قتلهم ده عشان كان بيتعرض لعنف شديد جداً في البيت وكان بيتعرض للتنامم في المدارسة ففي الآخر طلق حصلوا صدمة طيب فيه أنواع تانية يعني جورج ده كان عنده 11 سنة من أشهر المجرمين هو تم الإعدام فيه وعنده 14 سنة قتل 20 طفل من كترة تعرض للتنامم في المدارسة ده في الله المتحدة؟ أهو عفوة المتحدة ممكن تتعرض للتنامم في المدارسة والعنف الأسري ماحنا عندنا الحب المعتدل بش فيه فعلاً قوانين في أمريكا بتخلي الأرض يظهر حكم على طفل بالإعدام الكلام ده كان في السبعينيات من أوائل ما كانش لسه مدركين إن هما أكيدنا مش طبيعي مش طفل هيئذي أو يتمتع في مرحلة التلزز في العنف إلا لو خلينا نتكلم أكتر عن يمكن الصدمات اللي يتعرض لها الأطفال الطبعيين أو الحاجات المشتركة أكتر اللي معظم الأطفال ممكن يتعرضوا لها وإزاي الأم ممكن أن هي تتعامل مع هذه الصدمات يعني لو قلنا النهاردة فيه طفل عنده صدمة معينة خلينا نقول التنمر في المدرسة إزاي الأم تقدر أن هي تتعامل مع صدمة زي دي في البيت وتقلل من التأثير السلبي منها طيب هو أي صدمة بداية تبدأ بحدث وبيحسب بعد كده الحاجة أسمعها تأثير واحتلال مشاعر طيب الحدث ممكن أنا أتعرض التنمر وإنت وإنت كلنا نتعرض التنمر فكرة الحدث بقى تأثيراته على حسب نوع شخصيتك فاللي إحنا نازل نستمر فيه في أولادنا أو أطفالنا وهم صغيرين إن إحنا نعرف ننمي سقطوا بنفسهم عشان يقدر كده كده هتحصلوا ومش كده فكرة بقى هتلل المشاعر فيه حاجة اسمها جي إل وفيه حاجة اسمها ف إي دي أس مشاعر الحزن أو مشاعر الفرح ودي اللي بتحكم فيه المادة الكامية بتاعت المخ طيب حصلوا حدث زي التنمر وهو كان من الشخصيات الخجولة أو المتوضع فيه اختيارين يقيم ما يجدوا نشوز دفاعي واسقاط نفسي طيب أنا هابدأ أخد حقي من الشخصيات اللي قال لي مني فيبدأ الإيزاء وفيه ناس ممكن تاخد بقى الكونفرزون بتاعتها خلاص أنا هبقى سلبي وده غالبا ما ممكن يتحول الهوس اكتئاب أو اكتئاب ومير انتحارية طيب ممكن تظهر إزاي في التعامل مع الأطفال أو إيه الحاجات اللي دايما بيلاقيها وردة الرهاب الاجتماعي الرهاب الاجتماعي إن أنا ابني مش عايزي تعرف على حد فأنا شايفها بيتدلع ينزل التمرين دي بقى هو خايف جدا طيب إيه الأعراضي اللي ممكن أحس فيها هو فعلا عنده مشكلة عرق الشديد كل ما يلا عشان ننزل روح مكان فلاني التعرق أيو حلو أنت عارف أنه فعلا عنده رهاب أو هو بيتدلع طيب عندنا دربات قلب الزيادة ممكن إغماء ممكن اللي هو يرجع بطنه بطنه وجع جدا يفضل يعرق ووشه يحمر بشكل كبير جدا يبدأ التلعص من مؤقت أو الدائم في الكلام في التوقيت اللي هو كخاف منه في التباول لا إراضي المؤقت ده الحاجات دي بتظهر فترة لازم أخد بالي إيه الحدث العارض اللي خلى ابني يعمل كده ده ممكن يحصل في حالات الرهاب الاجتماعي وأنا دائما بدوس عليه بالترق عليه أنت مش راجل أنت مشهور تنشف شوية وأنا متخيلة أن ده بيقوي ابني وأنا معرفش أن كل ده بيزيد من الرهاب الاجتماعي وأعراضه فلما يزيد من الرهاب الاجتماعي هيقص على المادة الكيميائية بتاعة المخ فابني هيبقى داون أكتر ففكرة بقى ممكن يلاقي سمنة مفرطة ممكن يلاقي نحافة جديدة ممكن يلاقي بعد كده عدم تقبل المجتمع وممكن يبدأ يقز نفسه ويقز الآخرين فيه رهاب الدم رهاب الدم إن إحنا دايما إحنا صغيرين أروح الدكتوري يديك حقنا وأنا متخيلين لديه حاجة يعني أنا بخوفه أنا برعبه مش بخوفه لا لا رهاب الدم ده معروف عند كل أطفال خليني أرجع لموضوعنا إزاي يتعامل مع الطفل العنيف طيب الطفل العنيف هو طفل فيه أكتر من اختيار هو طفل اتعرض لضرب شحنة كبيرة جدا من الضرب فبيبدأ على حسب لو كان من شخصيات قوية أو الجريئة بيبدأ يطلح على الشخصيات القوية اللي زيه سواء كان أم أو كان إخوات أو حد في المدرسة طيب لو كان من نوع التاني الشخصيات الخجولة أو متواضعة أو اللي ما عندها السقة بالنفس هيبدأ يطلح على أطفال الأضعف منه فلازم أشوف هل هو بيكتسب الحاجات اللي فيها ضرب من الحاجات اللي علاقة بالكرتون سوشا ميديا تلفزيون من التاب ده مهم جدا ولا أنا معتادة أن أضربه عشان إحنا لازم نبدأ يمنع ده يمنع ده عشان هو بيوصل له مرحلة الدجمة اقتناعه أننا كده هيرو أنا كده بطل أنه بيبدأ أخد حقي من خلال الضرب أو بيلاقي اللي بابا دايما بيضربه أو ماما بيضربه أو في عنف أسري أبا مع أم فلازم أمنع الموقف العرض ده الرابط السلبي وابدأ أكافئ لو كنا هاديين أنا هجيب لك الشيء الفليني كل يوم هدية قصيرة المدى وآخر أسبوع هدية طولة المدى إزاي كفو الأول بس العقاب ما ينفعش بأجازم قوي يعني بقوله دايما البدايل لما تحس اللي أنت متعصب أو متنرفز في عندك حاجة اسمها الكورسور يدوء مجالة وقطك طالت تهدى وتعدي فيه من عشر سفر أو من عشر سفر تاخد نفس في أربع عدات وطالعه في أربع عدات فلو عمد التمارين دي وكنت هادي هتاخده مكافئة إحنا دايما بنعاقب وإحنا السبب في المشكلة فإحنا لو إحنا منعنا المسبب أو المؤثر أساسي اللي أثر فيه خلايا ياخد شوحنا من الضرب وإدناله بديل وحطينا مكافئة لو عمل ده الموضوع هايلي تدريجين بس التعامل الخاطئ إننا دايما تبع عني فاكتر وهادر باكتر فأنا باخد شوحنا قوية جدا من الضرب فبلاقي رد الفعل قد يصل الإزاء وده حصل أبريكيرا في بورسعيد طفل اللي كان بيتضرب من أهله بشكل كبير جدا غزب عنه في لحظة ملاحظات 11 سنة أزمامته بسكينة يعني الأطفال خلينا أقول في السن ده يمكن لو أنا بذات الثلاث لخمس ست سنين كده لو أنا مسكت الطفل قلت له عد من عشرين من صفر هتلاقي بتدى إيه يعلي صوته ومش عارفة إيه زي الأم تتعامل عمتا مع الأطفال دي بهدو أو زي الأم بقى لو هنتكلم على نفسيتها هي تبقى هادية مع المواقف دي لأنه كتير قوي أنت غزبا عنك هتفقد أعصابك يعني لما تلاقي ابنك بتدى الصوت ويعلى وهو طفل يعني دي طريقته في التعبير يعني بعض الأمهات تقول لي أنت ألي الأدب لا ألي الأدب هي دي طريقته في التعبير عن غضبه أو على استياءه من الموقف فإزاي الأم هنا تبقى عندها كمان ضبط للنفس بحيث أن هي ما تنقلش لي الناجاتيفتي أو السلبية اللي جواها طيب حلو قوي السؤال ده بس أقول لك سؤال يعني سؤال استكمال لسؤالك عشان هيحل المعادلة دي هل ابني قص دي دي يعني؟ هو قص دي غلط؟ في الأول لا في الأول عند سنتين بيكون عايز يوم بحب استقلال زي فكرة بداية المرحقة أنا لها كيان ساعتين ونصف أمشل واحدة ممكن أقول جملة من كلمتين فيبدأ يحس بكيان فيبدأ يغلط الأكشن اللي بعمله بعد الغلطة هو لا يحدد ابني بعد كده هيبتزني ويكون قاصد يديني ولا؟ يعني كتير جدا الرد إحنا هل في أطفال فعلا أصدار تبتز أهليها؟ في الأول لا في الأول بيكون بيجرب على استكشاف فبيشوف هل ده بيجيه من نتيجة ولا؟ يعني اللي بتزاز العاطفي ليه أنواع كتيرة جدا يعني مثلا أنا دوقتي وقعت حاجة في الأرض كان فيه دكتور اسم راين ماير بيقول إيه؟ أنا والدتي علمتني قبل كده كنت عندي ثلاث سنين في المطبخ فوقع إزازة جوها لبن فموتو سمعت فجأت افتكر هذا ضربه ما ضربتوش هي علمته بعد كده بعد مشارية الإزاز علمته إزاي يشيل إزازة فاضية وإزاي يشيل إزازة فاضية فرغة ففكرة إزاي ده وقالك النوقف ده علمني كتير جدا لو أنت جيت بقى على الطفل فأول أكشن يعمله ضربتي إزاء بدني أو إزاء نفسي تأكدي أنه هو هيداق في كل مر عشان هو عارف إيه الشيء اللي بيداقك أو اللي أنت عمل الحركة دي فأنت قلت له أنت متعاقب بعد أول مر كان عقاب جازم أو قلت له أنت وحش مش اللي أنت عملته وحش وما يديتيش بديل ابني لو كان من الشخصيات الخجولة هيفتكر ده الحب المشروط اللي ماما بدأت ما تحبنيش عشان خطر وقعت حاجة فيبدأ يعمل حاجات كثيرة جيداً غلط كنوع من أنواع جذب الانتباه ولو كان مش خصيطة القواية أو الجريئة هيتعمد يعمل ده عشان إيدي عشان تأذتيه فأنا لو في المواقف اللي إزاي دي بعد أول أكشن علمته البديل إزاي تأمل يعني إزاي تشيل ده أو ده إزاي تأمل ده أو ده بعد كده إديته مكافأة لو ما عملتش ده تاني هديك مكافأة فريني والاعقاب دايماً بيكون أوله معنوي المعنوي أنا شاكلم معاك يعني الطلاب طفلة عنده سنتين ومش أنزع لنا منها عشر دقائق فيه سكرة مية دقائق شاكلم معاك خمسة دقائق عشر دقائق وهزاود الطائم لأ أنا بدي عقاب جازم مش هديك وفاخر بتراجع في قراري الشكلاتة غلط فببتأزل نوعية إزاي هأني بقى طب خلاص خد شكلاتة فبعرف إيه نوع أنواع الابتزاز اللي ممكن يقتز بيها بابا أو ماما فالفكرة كلها النوع التعامل مع كل شخصية بيختلف بيخلي ابنك يقتزك يكون أصل بعد كده في المستقبل يديئك أو هيعدي موضوع من رجل كرام موضوع مهم جدا إزاي تتعامل مع الطفل العنيف إزاي تتعامل مع الطفل الجبان أعتقد أسئلة كتيرة جدا كالدائرة في بالنا ووضحنا دكتور نور أسامة استشارة طب النفس في حوارنا النهاردة معاه وأكد أن انت علشان تتعامل مع الطفل لازم فيه نعمل أنواع العقل الشديد زي ما بيقولوا كده تحييد المشاعر التام عدم الغضب خالص ندول أطفال في مراحل سنية مبكرة صعب أن احنا نعملهم زي ما بنعمل الكبار وزي ما بنحط الكبار في مسؤولية كبيرة يعني بنقشهم الند بالند ما ينفعش تعامل الطفل الند بالند واعلم أن أي تأثير بسيط فيه أنت بتسيف في بصمة ربما تظل يعني ممتدة عبر عشرات السنين طول عمره حقيقة وأي صدمات بتبتدي من البيت يعني حتى لو المدارس يمكن الأطفال بتنمروا فيها على بعض لكن سبب التنمر ده بيبتدي أصلا بقى من البيت فعشان كده كل واحد فينا عليه مسؤولية كبيرة قوي إنه يطلع شخصيات سوية كل الشكر ليك الدكتور نور أسامة الاستشاري النفسي وتعديل السلوك شكرا لك على وجودك معني يا فندر شكرا جزين يا فندر